أمر محزن أنيسة كذلك أنتم أيضا شعرتم بنفسي إحساسي بينما كنتم تتفرجون على صور مسكن القائد حميد العبد في مدينة مستغانم حي الطبانة والذي قد أصبح مهجورا وفي حالة مزرية بسبب إهمال السلوطات له منسب بناء هذا المعلم إلى القائد العربي حميد العبد شيخ قبيلة سويد في القرن السادس عشر ميلادي ولم تشر الكتابات والنصوص التاريخية إلى السنة التي ولد فيها وكذلك إلى السنة التي بني فيها هذا المعلم وإذا علمنا أن هذا القائد توفي سنة 1545 ميلادي فعلى الأرجح أنه بني في أوائل هذا القرن وبعد وفاته استولى الأتراك على ممتلكاته التي كانت تمتد من نص إلى مستغانم أصبح المسكن تحت سيطارة الأتراك إلى غاية الاحتلال الفرنسي الذي جعل منه مقرا إداريا ورممت واجهته الأمامية على إثر فايضانات 1927 ميلادي وبعد الاستقلال سكنته بعض العائلات وأحدثت فيه عدة تغييرات ولم تخرج منه إلا مؤخرا بعد تدخل السلطات المحلية التي قامت بإخلائه خوفا من انهياره في أي وقت ننتقل الآن للمكونات الأساسية للمسكن لدينا الواجهات يتكون هذا المسكن من ثلاثة طوابق بواجهة رئيسية واحدة في الجهة الغربية تضم واجهة الطابق الأرضي المدخل الرئيسي ونافذة صغيرة على يمينه يلي هذا الطابق الطابق الأول الذي يجتمل على ثلاثة نوافذ بدفتين خشبيتين مستطيلة ومقوسة في أعلاها بعقود نصف ضائرية وهي متماثلة المدخل نجد بركن الطابق الأرضي لهذا المسكن مدخلا رئيسيا بسيطا عرضه 1.5 متر وهو عبارة عن فتحة باب معقودة بعقد حدوي تحيط به أشريطة من المربعات الخزافية ويغلق عليها بباب ذي مسرعين خشبيين حديثين يعلو هذا المدخل ظلة حجرية صغيرة ترتكز على 11 رافدة من الحجر وضعت لتفادي سقوط الأمطار مباشرة إلى الداخل وعلى يمين هذا المدخل نجد فتحة خاصة بمرحاض صغير السقيفة يؤدي المدخل الرئيسي إلى سقيفة اتخذت شكل منكسرا إلى اليسر ذلك لكي لا تنفتح على الصحن مباشرة محافظة بذلك على حرمة المسكن نجد على يسارها فتحة باب تفضي إلى المرحاض وفتحة باب ثانية ترتفع بدرجتين على مستوى أرضية السقيفة تفضي إلى حوش صغير تابع لكتلة المسكن وعلى يمينها أي السقيفة نجد فتحة باب ثالثة ذات عقد نصف ضائري تفضي إلى رواق عرضه يختلف من جهة إلى أخرى الفناء المركزي بمجرد ولوج الساكن عتبت المدخل الرئيسي ومروره بالسقيفة يكون قد بلغ النواة المركزية للمسكن ألا وهو الصحن الذي جاء شكله منحريفا قليلا ومزينا بثمانية عقود نصف ضائرية محمولة على ثماني أعميدة ضائرية بلدت أرضيته ببلاطات خزافية متنوعة وحديثة والملاحظ في هذا الصحن أنه خال من أي نفورة ويرجح أنه كانت تشغاله واحدة كعادة هذا النوع من المساكن ولكنها نزعت في وقت سابق الغرف تتوزع حول الصحن في الطابق الأرضي الغرف في ثلاث جهات فقط نجدها في الجهة الشمالية والغربية عبارة عن قاعة كبيرة مستطيلة على امتداد الرواق تنفتح بباب ونفذتين عليه بينما نجدها في الجهة الشرقية عبارة عن غرفتين متساوية المقاس تقريبا واحدة منها تستعمل اليوم كمطبخ تنفتح كليهما بباب ونفذة على الرواق السماء البارزة التي نلاحظها على هذا المسكن أنه ما يزال يحافظ على النمط القديم المتمثل في وجود المدخل المنكسر والأروقة والفيناء أما المدخل فارعي فيه طبقا للتقاليد الدينية اللي يؤدي مباشرة إلى صحي المسكن وإنما وضعه على شكل منكسر لحجب من بالداخل عن أعين المارة بالخارج وبالنسبة للأفنية فتمثل رئة المنزل ومحور توزيع عناصره الداخلية من كل قلبي أتمنى أن تقوم السلطات المحلية لولاية مستغانم بترميم مسكن حميد العبد وتحويله إلى مطعم أو متحف أو نادي للمطالعة لما يحمله من أهمية تاريخية ترجمة نانسي قنقر